بعد أن أعلنت رئيسة الجمهورية تلقيها ألف جرعة من تلقيح كورونا هبة من دولة الإمارات وتم تسليم هذه الجرعات بأمر من رئيس الجمهورية قيسة سعيد لإدارة الصحة العسكرية ليستفيد منها منهم في الخط الأول في مواجهة فيروس كورونا لخبار هذا عمل ذجة كبيرة ونتعرض قيسة سعيد للعديد من الانتقادات خاصة من رئيسة الحكومة حيث أعلنت في بلاغا لها اليوم الاثنين وحد مارس 2021 أنها لا علم لها بوصول هذه التلقيح ولا بمصدرها ولا بمدى توفرها على شروط الصحية والقانونية الضرورية ولا بمآلها وأكدت رئيسة الحكومة أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أذنى بفتح تحقيق فوري حول ملابسة دخول هذه التلقيح وكيفية التصرف فيها وتوزيعها كما أكدت أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لموجبهة فيروس كورونا في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم إرسئها للغرض والتي حددت تلفئات المعينة بالتلقيح بصفة أولوية ذكروا أن رئيسة الجمهورية أكدت أنه لم يقع تطعيم أي إن كان لا من رئيسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته وترتيب أولويات الاستفادة منها وقال قيس سعيد أنه يرفض أن يتلقى التلقيح قبل المواطنين أنتما أعطونا رأيكم في الموضوع وخلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد